ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساحي توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة الرياض فيما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى تحسن العلاقات بين البلدين المكتب الإعلامي للعبادي أوضح أنه بحث في اتصال هاتفي مع الملك السعودي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جد الكاتب والباحثة السياسية السيد حسين شبكجي أهلا بك لسكاينيوز عربية كيف تقرأ سيد حسين هذه الدعوة وهل هي مؤشر على تطور العلاقات بين البلدين هي مؤشر مهم جدا ولكن يأتي في سياق متوقع السعودية أرسلت العديد من الرسائل الإيجابية اتجاه الحكومة العراقية التي جاءت بعد حكومة المالكي كبوادر حسن نية وحسن ظن مع دولة مهمة جدا في الجوار السعودي من ضمنها طبعا إعادة فتح السفارة السعودية والتعاون في ضحط الإرهاب الموجود في العراق والتواصل مع المسؤولين العراقين بصورة مستمرة ومن آخر هذه الحراكة المهم كانت اتصال الهاتفي بين العاهلة السعودي ورئيس الوزراء العراقي نعم لكن هل تعكد سيد حسين هذه الزيارة المرتقبة تغيرا في المواقف أم تعبر فقط عن ضرورة أملتها تغيرات وأيضا طبيعة الوضع في العراق الوضع في العراق يأتي من ضمن ما يحدث في المنطقة ككل هناك اختراق إيراني خطير جدا في العراق في سوريا في لبنان وفي اليمن أخيرا وفي مناطق أخرى مهددة بأن يحصل فيها نفس الاختراق بأشكال مختلفة فبالتالي العراق منطقة رخوة دولة مهددة من الإرهاب الموجود بصيغتي الشيعية والسنية وبالتدخل الصريح والسافر من الدولة الإيرانية وليس من عناصر تابعة للدولة الإيرانية اليوم في تدخل واضح باعتراف العراق نفسه أنه تحت مسمى مساعدات إيرانية استعانة بخبرات إيرانية وغير ذلك من المسامات اللطيفة التي تخفف من عمق وهول ما يحدث في العراق لكن طيب سيد حسين هناك اتهامات الموجهة حاليا إلى المجيشيات في العراق بارتكاب ربما التجاوزات في المناطق السنية ألا يمكن أن يشكل ذلك رغم نفي الحكومة العراقية مثل هذه الاتهامات ألا يمكن أن يشكل مثل هذه المسألة خلافا بين الرياض وبغداد ليس بالضرورة أن نستخدم كلمة ألا يمكن هو سيشكل خلافا طبعا لأنه أنا أتكلم الآن على مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب لا يجب أن ينظر إليها بعين واحدة عين طائفية واحدة الآن الإرهاب له أشكال متعددة هناك مسميات اتفق عليها الجميع هناك حزب الله فيلق البدر فيلق أبو العباس القاعدة داعش النصر أي أن كانت هذه المسميات أي فصيل الآن يتعمم أو يتشمغ أو يستخدم أي نوع من السلاح باسم الدين ويحارب تحت مسمى الجهاد الخلافة الممانعة المقاومة كل أسماء استخدمت الآن لتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة كلها يجب أن تحارب الدول اليوم الدول الكيانات الرسمية عليها التزام واضح جدا في مقاومة هذه المجاميع الإرهابية التكفيرية الإرهابية التكفيرية على الطرفين اليوم تتصارع لأجل تأجيج المنطقة وتستخدم طبعا من دول ومن أجهزة غريبة مريبة على المنطقة لكن استمرار هذا الحضور القوي لإيران في العراق سيد حسين إلى أي درجة يشكل عائق أمام هذا التقارب العراقي السعودي؟ يشكل مسألة مستحيلة وليس فقط عائقة إذا استمر الوجود الإيراني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهو تهديد للعمق الأمني ليس فقط السعودي ولكن العربي اليوم وجود إيران في باب المندب على سبيل المثال يشكل خطر على الملاحة الدولية وليس فقط العربية وبطبيعة الحال أيضا تواجد إيران المكثف والواضح والفج في العراق والممتد إلى سوريا وطبعا الممتد إلى لبنان اليوم لم يعد هناك فقط مسألة الهلال الإيراني أو غير ذلك هناك طبعا الحزام الإيراني والحزام الإيراني اليوم يحاصر المنطقة برمتها وطبعا معني فيها طبعا السعودية بطبيعة الحال فهناك الخطر الإيراني لم يعد فقط مسألة تنظيرية أو مسألة بحثية أو مسألة نظرية ولكنها أصبحت واقع خطير جدا اليوم تفرغ الأسلحة وتستعان بالقوات والعتاد الإيرانية الصريحة وليست قوات محسوبة على إيران الحرس الثوري الإيراني يقاد من مجاميع محسوبة على الدولة الإيرانية تقبض من الخزانة الإيرانية اليوم توظف هذه المجاميع لإحداث الفتن الطائفية في أكثر من موقع في العالم العربي كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تلعب دورا أكبر في العراق خاصة بعد أن عادت فتح سفارتها في بغداد من المفروض اليوم على السعودية أن تضع ثقلها العربي والإسلامي داخل العراقي وأن تتوجه اليوم وهي فتحت هذا المجال للتحدث مع الحكومة العراقية الصريحة المنتخبة من الشعب وليست المباركة من قوم وطهران فقط هناك حراك عراقي عربي ينادي بعلاقات أفضل مع دول الجوار وينادي بانتهاء التسليح الطائفي الفوضوي الموجود اليوم تحت مسميات مختلفة الموجود في العراق يجب أن يكون للسعودية كلمة في هذا الموضوع أن التأجج الطائفي الموجود والمسلح العشوائي الموجود في العراق أصبح يشكل خطرا على حدود السعودية وبالتالي على العمق السعودي وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض طيب لكن هناك أيضا رأي يرى أن الحضور القوي لإيران في العراق يمكن أن يدفع أو يفتح باب الوساطة العراقية بين طهران والرياض كيف تنظر إلى هذا الرأي سيد حسين الوساطة يجب أن تأتي لاحقا هناك مسائل لمجال الحديث فيها اليوم إنهاء الوجود المسلح العشوائي بشقية السني والشيعي في العراق أصبحت مسألة لا تحتمل أنصاف الحلول سواء اسمها داعش، اسمها الفيلق، اسمها بدر، اسمها أبو العباس، اسمها القاعدة كلها يجب أن تنتهي من الوجود و تماما نفس الشيء بالنسبة لما يحدث في سوريا اليوم هناك مطالبة شعبية صريحة بالانتهاء وجود بشار الأسد الذي شارك في جرم إيصال داعش إلى ما هي عليه وباعتراف المالكي، الخطاب المالكي في الأمم المتحدة يثبت دعم بشار الأسد لهذه الحراكة الإرهابية التي كانت في بلاده واليوم نرى تعاون وثيق جدا بين العراق وبين سوريا في تصدير حراك مثل حزب البعث عفوا مثل حزب الله و طبعا غيرها من الفرق التكفيرية الإرهابية المحسوبة على إيران طيب يعني تواجد الإيراني وبداء الاستعداد لدعم الحكومة في العراق ألا يفرض على العباد التوجه دائما إلى طهران في مقابل التوجه إلى المحيط العربي باختصار إذا سمحت سيد حسين هذا خياره، هذا خياره، لكن هو لم يرتأي أن يتحاور مع جيرانه السعودية، الكويت، الأردن مستعدة للتعاون معه، لكن أن تكون أولوياته أولويات عربية وأن يكون منصفا وعادلا في حربه على الإرهاب ولا تكون حربا اختيارية طائفية نعم، إذا نشكرك سيد حسين شبكتي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك